أود أن أدعوكم لمشاهدات هذا الفيديو عن تعاون البنك الأسيا والاستثمار في البنية التحتية مع مصر لأن التحدي كبير كانت الفكرة في ديسمبر 2015 يشهد اقتصاد العالمي لحظ التحول بعد إعلان الصين بمشاركة 57 دولة تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية واللي بيهدف لدعم الحكومات لتأسيس بنية تحتية خضراء مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة الحكم الحديثة إن البنية التحتية للمستقبل وتسهم في التحكم في دهر المناخ ترك بين الأعضاء اللي وصل عددهم لمية وستة دولة إدري البنك يساهم في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية في أماكن كتير من العالم واللي وصل عددها لميتين تلاتة وتلاتين مشروع بتنويل امتو 44 وستة من عشر مليار دولار في خمسة وتلاتين لولا كان طبيعي دولة بحجم مصر بتاريخها وثقافتها بوزنها السياسي والاقتصادي تكون عضو مؤسس في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ده غير إنها الداعم الأكبر للبنك في أفريقيا وشرق الأوسط بحصة تنويلية إيمتها 650 مليون دولار القيادة المصرية اهتمت بما مصر تبقى متواجدة في محافلة الدولية وخاصة الكائنات المالية الدولية وتوفير تنويل والمساهمة في التنمية وخاصة المشاريع اللي هي بتبقى ليها نوع من التواصل ما بين القارات أو عبر الحدود الدولي مصر كان شايفة إن دوت يتوافق تماماً لأولوياتها ومعروياتها لتطويل البنية التحتية والربط مع العالم الخارجي ومع ضبطي القرارات خصوصاً إن مصر موقعها الجهوارات المتميز جداً هي بتربط ما بين أسيا وأفريقيا وأوروبا وعندها قدرة أنها تلعب دور أساسي في الفكرة دي تم إبرام عقد تمويل ما بين البنك الأهل المصري وما بين البنك الأسياوي للإستثمار في البنية التحتية سنة 2021 البنك الأسياوي للإستثمار في البنية التحتية بيستفاد من شبكة الفروع بتاعة البنك الأهل المصري لجميع الحقيقة الجمهورية والبنك الأهل المصري الحقيقة بيستفاد بالخبرات الواسعة اللي بيوفرها البنك الأسياوي للإستثمار في البنية التحتية في مجال الدعم الفني وتقييم الأسر البيئي والمجتمعي للمشاريع اللي هو بيموله ولأن أهداف البنك تتوافق بشكل كامل مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كان التعاون بين الطرفين واللي نتج عنه مجموعة من المشروعات في قطاعات مختلفة بمساهمة من البنك وصلت لواحد وثلاثة من عشر مليار دولار Our largest portfolio outside Asia is in Egypt and we're working in a pipeline of investment opportunities of this similar size. As part of this, we're financing life-scale renewable power, the Benban solar PV program for instance, our first private renewable project in Africa. في أكثر، ساعدنا باستخدامنا باستخدامنا بوكي رايفوي يدعون نحو نحو الهدف كاربوني يقدم نحو الهدفة لعبارة مكتابة لحوالات مكتابة في البنية التحتية معنا في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي سنة 2018-2019 وهو خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الرفية هذا المشروع بنتكلم على 178 ألف وحدة سكنية يتم ربطها على المنظومة المتكملة اللي احنا بنقول عليه ده بالإضافة إلى أنه جاري العمل بين مصر والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عدد من المشروعات منها تمويل غير سيادي مع بنك مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة بقيمة 300 مليون دولار تطوير ميناء الحويات بضنيات بقيمة 140 مليون دولار إصدار سندات البندا بليوين الصيني لإنشاء مشروعات خضراء مستدامة تصل قيمتها لـ 500 مليون دولار بالرغم من أن مصر بتمثل نقطة مهمة في حركة التجارة بين أوروبا وعسيا وأفريقيا إلا أن لحد سنة 2014 نصيب مصر من عمليات التجارة دي لم يتجاوز واحد في المية بسبب ضعف البنية التحتية في الطرق والمواني لكن بعد التاريخ ده اتغير الحال حفرنا قناة السويس الجديدة اللي اختصرت زمن عبور السفن من 22 لـ 11 ساعة في المجرى الملاحي الأهم في العالم اتحركت الدولة بكامل قوتها وتبنت خطة قومية لتطوير قطاع الطرق والنقل والمواني بتكلفة 1.7 تريليون جنيه مصري جددنا وسائل النقل البري ودخلنا وسائل حديثة زي المونوريل والقطار الكهربائي بدأنا خطة تنمية شاملة في سينا وبنينا أنفاء جديدة للربط بينها وبين باقي مناطق مصر علشان تكون جسر حقيقي بين الشر والغرب وعلشان نواجه تحدياتنا بنينا عشرات المدن من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة اللي رأينا فيها نسب المساحات الخضرة بالمقارنة مع مساحات المباني ولتحسين ظروف المعيشة أطلقنا في 2019 مبادرة حياة كريمة اللي بتهدف لتقديم حزمة متكملة من الخدمات في مجال التعليم والصحة ونواحل اجتماعية خلال التسع سنوات الماضية استطعت مصر المعيشة تستثمر وبقوة شبكة قوية جدا من الطرق والكبار والأنفاء وده بيأهل مصر أنها تقدر تستقبل استثمرات إقليمية وأجنبية بقوة خلال فترة قدر عندنا النهاردة الحقيقة برضو مواني ومناطق إلجيستية بنية على أحدث الوسائل ووصف الأفضل المعيير وعندنا كلام بيئة الشرعية بتساهم وبتدي مساندة كبيرة للمستثمر المحلي والأجنب من أكثر المزايا اللي موجودة في مصر والجاذبة للاستثمار المشروعات البنية الأساسية اللي بقت موجودة في كل أماكن جمهورية مصر العربية الاستثمار في البنية التحتية بيهاية استثمارات في عدة مجالات وتهيئة العوامل المناسبة لجذب هذه الاستثمارات وضخها في الاقتصاد القاومي وجود قيادة وطنية واعية وعندها رؤية مع شعب عظيم زي الشعب المصري إحنا رسالة بنقولها مصر قادرة وهتكمل المشروع مصر التاريخ مصر الحضارة أم الدنيا اللي علمت العالم النهاردة بتفتح باب بتحقيق تعاون وشراكة حقيقية والتنمية هي هدفنا